بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة منازل القمر تؤثر على الإنسان وبخاصة ليلة البدر أو ليلة اكتمال القمر أو قبيل اكتمال القمر بيومين أو ثلاثة وبعده أيضا كيف يتأثر الإنسان؟ هناك دراسات سابقة غير مؤكدة تقول إن نسبة الحوادث تكثر في ليلة اكتمال القمر وهناك بعض الدراسات أيضا ولكن أيضا غير مؤكدة مئة بالمئة تقول هناك حالة من التوتر النفسي تحدث لدى البشر على الأرض ولدى بعض الكائنات الحية أيضا ليلة اكتمال القبر وقبلها وبعدها بأيام قليلة تؤدي إلى نوع أحيانا من القلق أو التوتر أو الاكتئاب وتكثر نسبة أحيانا الحوادث نسبة الانتحار هناك دراسة أيضا تربط بين الانتحار واكتمال البدر ليلة اكتمال القمر طيب أنا الآن لدي دراسة مؤكدة عن النوم دراسة مؤكدة لجامعة واشنطن أحببت أن أترجم لكم هذه الدراسة أن نتعرف عليها الحقيقة العلماء في جامعة واشنطن وجدوا أن اكتمال القمر يؤثر حتى على الساعة البيولوجية لدى الإنسان أثناء النوم تقول الدراسة أيها الأحبة إن الناس في الليالي التي تسبق اكتمال القمر يذهبون إلى الفراش في وقت متأخر من الليل وينامون ساعات أقل طبعا العلماء في جامعة واشنطن وجامعة تيل وجامعة في الأرجنتين كويلمز عدة جامعات قاموا بدراسة الدورة القمرية شهر القمر مدته تقريبا تسعة وعشرين يوما ونصف وجدوا أن هناك اختلافات في وقت النوم ومدة النوم على مدى الشهر القمر ولكن أقل كمية من النوم وأكثر وقت يتأخر فيه الإنسان عن النوم هو ليلة اكتمال القمر أو ليلة البدر طبعا هذه الظائرة محيرة حتى إنهم يعني في البداية ربطوا بين ضوء القمر قالوا إذا كان ضوء القمر طبعا أكبر بكثير من البقية الليالي ليلة اكتمال القمر ليلة البدر يعطي نورا أكبر للأرض وبالتالي يحدث بعض القلق لدى الكائنات الحية ويردون ذلك إلى الطبيعة طبعا لكن الدراسة أجريت على الطلاب في جامعة واشنطن الكهرباء أو النور يعمل ليلة نهارا على الرغم من ذلك كان للقمر تأثيرا عليهم سبحان الله فإذن أيها الأحبة يقول الباحثون في جامعة واشنطن الحرف الواحد إن دورة القمر أو ما يسمى بمنازل القمر له تأثير على الساعة البيولوجية للإنسان حيث ينام عدد ساعات أقل ويأتي للنوم وقت متأخر أكثر وتتبع العلماء نمط النوم لـ 98 شخصا الدراسة أجريت عليهم في ثلاثة مجتمعات من السكان منطقة ليس فيها كهرباء مثلا منطقة فيها كهرباء بشكل متوسط ومنطقة الكهرباء تعمل ليلة النهارة متوفرة يعني مجتمع ريفي محدود الوصول للكهرباء ومجتمع ليس فيه كهرباء ومجتمع ضمن جامعة واشنطن على الطلاب هناك وجدوا أن يعني الجميع تأخر نومه أثناء اكتمال القمر سبحان الله يعني هذه دراسة مؤكدة أيها الأحبة أنا أقرأها نشرت بتاريخ ٢٨ ٢٠٢٠ ٢٠١ ٢٠١ يعني قبل عشرة أيام من تاريخ هذا اليوم دراسة حديثة جدا سبحان الله وتتفق مع القرآن وتتفق مع ما أمر نبيه النبي سنرى بعد قليل أيها الأحبة طبعا الدراسة أحاول أنا أن أترجم لكم ما يقوله العلماء أو ما وجدوا فوجدوا أن الحجم الإجمالي للنوم عبر الدورة القمرية يختلف بمعدل من ٤٦ إلى ٥٨ دقيقة وأوقات النوم تتأرجح بمعدل يعني ثلاثين دقيقة في المتوسط للمجتمعات الثلاثة التي أجريت عليها التجربة ووجدت ووجدت هذه الدراسة أن الناس في ليلة اكتمال القمر وقبله وبعده من ثلاثة إلى خمسة أيام يكون الوقت النوم أقصر ومتأخر بحدود نصف ساعة طبعا هنا يحاول العلماء أن يعرفوا السبب الحقيقة لم يجدوا إلا أن الإنسان لديه ساعة بيولوجية طبيعية هذه برمجة إلهية الله سبحانه وتعالى وضع فيك أيها الإنسان وفي الكائنات جميعا حتى في الخلية حتى في البكتيريا موجودة هذه الساعة تسمى طبعا غير مرئية ولكن تسمى ساعة بيولوجية ما الذي تفعله تضبط لك الأمور تضبط لك ومن دونها سيموت الإنسان على فكرة سيمقرض هي التي تضبط لك وقت النوم وقت الاستيقاظ آلية إفراز الهرمونات يعني تضبط كل شيء تقريبا لذلك أيها الأحبة أنا الذي طبعا هي الدراسة طويلة لا أريد أن أغوص في في تفاصيل هذه الدراسة ولكن يكفي يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن النوم سبات وهو وهو جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا السبات هو الراحة أنت عندما تنام هذه راحة لك أيها الإنسان حتى الآن لم يستطع العلماء كشف سر النوم حتى الآن أيها الأحبة لم يستطع العلماء كشف سر النوم الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله أي أنك تنام بالليل وتنام وهذه آية أيها الأحبة نوم الإنسان آية إن في ذلك لآيات لقوم ماذا أنا سأعطيكم الآن أدت احتمالات كممكن أن يقول لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم يؤمنون لقوم يبصرون لقوم كذا ولكن ماذا اختار القرآن اختار الحاسة التي تبقى في حالة عمل أثناء النوم حاسة اللمس تتوقف حاسة الإدراك والعقل تتوقف حاسة الفقه تتوقف لذلك يفقهون غير مناسبة يعلمون غير مناسبة مثلا يبصرون غير مناسبة يعقلون غير مناسبة يؤمنون غير مناسبة ما هي الكلمة المناسبة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لأن حاسة السمع هي الوحيدة التي تبقى تعمل أثناء النوم سبحان الله انظروا الدقة أيها الأحبة هذا كلام بشر هذا بالله عليكم هذا كلام بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سورة الروم التي نزلت في مكة نزلت في مكة في بدايات الدعوة يعني النبي في ذلك الوقت في بدايات دعوته عندما نزلت سورة تتنبأ بأن الروم بعد ما غلبوا سيغلبون وبالفعل في أدنى الأرض في منطقة البحر الميت وبالفعل دارت المعركة وانتصر فيها الروم طيب النبي كان لديه قدرة على التنبؤ لديه علم بالأحداث السياسية والعسكرية طيب النبي وضع هذه الآية يعني كان متفرغ لأن يفكر بموضوع النوم ويعتبر أن هذا النوم آية من آيات الله اليوم العلماء يربطونه بساعة بيولوجية وحتى الآن لم يدركوا سر هذا النوم لماذا ينام لماذا تنام الكائنات أصلا لا يعلمون ثم إن هذا النبي أدرك أن النائم تبقى حاسة السمع لديه شغال أثناء النوم ليقول لنا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يختار الكلمة الدقيقة اتقوا الله أيها الملحدون هذا ليس كلام بشر هذا ليس كلام بشر لا ننسى أن هذه الآية نزلت على النبي في بدايات دعوته إلى الله سبحانه وتعالى لم يكن متفرغا لمثل هذا الكلام طيب هذا النبي نفسه أشار إلى أهمية هذه الأيام الثلاثة الأيام البيض يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أمر بالصيام أو أو ندب ندب الصيام في هذه الأيام الثلاثة وكان يصومها عليه الصلاة والسلام طيب نحن لدينا بحث تحدثنا عنه في السنة الماضية لبروفيسور لونجو الذي أثبت أن الصيام ثلاثة أيام يزيل السموم من الجسم ويجدد نظام المناعة ويخفف نسبة الاكتئاب ونسبة القلق لدى الإنسان طيب هل النبي أدرك العلاقة بين دورة القمر واكتمال القمر وأثر هذا القمر على القلق والنوم والتوتر لدى الإنسان فأمرنا بالصيام ليخفف عننا هذا التوتر ويجدد نظام المناعة البروفيسور لونجو يقول إذا صمت ثلاثة أيام بطريقة صحيحة يتجدد نظام المناعة بالكامل لديك تقضي على الخلايا المناعية الهارمة والتالفة والشاذة وخلايا الالتهاب ثلاثة أيام فقط فتصوروا أن هذا النبي منذ أكثر من 1400 سنة أمرنا أن نصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر لكي نتجنب تأثير القمر ولكي نستغل فترة تأخرنا في النوم في ذكر الله لأن الإنسان الصائم يضطر إلى السحور وكذا يعني يسهر قليلا ويقوم الليل والصوم يخفف نسبة القلق والتوتر النفسي ويزيل السموم من جسم الإنسان فتصوروا أيها الأحبة هذا النبي الكريم بالله عليكم يتهمه البعض أنه كان عنيفا هذا نبي يأمرنا وهو كان أول من يطبق الصيام على نفسه يأمرنا بالصيام وبخاصة في هذه الأيام الثلاثة التي الآن العلماء يكتشفون أسرارها وتأثيرها السلب على الإنسان فأراد لنا أن نصوم لنتجنب جزء من هذا التأثير السلب والله أيها الأحبة إن هذا الحديث وهذه الآية لتشهد على صدق رسالة الإسلام وأن هذا القرآن كما وصفه الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بتدبره فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو كان هذا الكلام من عند غير الله لو كان هذا النبي ليس رسول الله لوجدنا اختلافات وتناقضات مع الحقيقة العلمية ولكن عندما نجد هذا التطابق بين العلم وبين القرآن الكريم والسنة المطهرة فهذا يجعلنا نطمئن أن هذا الدين هو الدين الحنيف وهو الدين الذي ارتضاه الله لنا وهو الدين الحق كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته